السلام عليكم ازايكم يا شباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير هنكمل مع بعضنا الجزء التاني من المحاضرة تكون احنا بدأنا المحاضرة اللي فاتت وتكلمنا على الفيسيولوجي دلوقتي احنا عين نتكلم على الماتيرنال ريسبونس تو البريجنسي ايه التغيرات اللي بتحصل في جسم الام علشان تقدر تتماشى مع فكرة وجود حدث طارق وشيء جديد لجسمها اللي هو وجود جنين جواها طبعا بيحصل عندنا تغيرات التغيرات دي بتحصل على مستوى الجسم كله في كل الاجهزة بتاعت الجسم في كل الاجهزة حرفيا علشان تتماشى مع فكرة وجود جنين هنتكلم احنا دلوقتي على مجموعة من الاجهزة دول اهم اجهزة بيحصل فيهم تغيرات ولكن الحاجات اللي احنا مش هنتكلم عنها مش معنا كده انها ما بيحصلش فيها تغيرات لا بيحصل في كل الجسم هنتكلم عن تغيرات اللي هتحصل في الكارديوفاسكولار هنتكلم على البلد على الريسبيريشن على الرينال على الجي اي تي على النيرفوس على النيوتريشن على الهرمون كل الحاجات دي طيب التغيرات اللي احنا هنتكلم عنها دي هل هي بتفضل مكملة مع الام بعد الحمل ولا هي تغيرات مؤقتة طول فترة الحمل وبعد كده بترجع تختيفي تاني لا هي اغلبها بالنسبة مثلا 95% منها تغيرات بتبقى مؤقتة زي ما احنا بنقول نتيجة وجود حدث طارق اللي هو وجود جنين جوه الام وده تغيرات بتتماشى مع وجوده ثم بعد كده بعد الولادة التغيرات دي بتختفي وبترجع الاجهزة دي للحالة الطبيعية بتاعتها للشغل الطبيعي بتاعها في منها شوية حاجات صغيرة ممكن تكمل بعد كده ولكن دول مش اللي يهمونا يعني احنا اللي يهمنا الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي نبدأ في اول حاجة عندنا اللي هو الكارديوفاسكودار سيستم تمام اللي هو جهاز القلب والقوعية الدموية لو جينا نتكلم على اول نقطة فيه اللي هي الكاردياك اوتبوت اللي هو كمية الدم اللي القلب بيخرجها للجسم قبل ما نتكلم لو جيت تسأل نفسك هل كمية الدم اللي بيخرجها القلب هتزيد ولا هتقل اللي هو الكاردياك اوتبوت هيحصل لها انكريز ولا decrease هتلاقي نفسك بتجاوب معايا وبتقول ان هي بيحصل لها increase ليه لانني زي ما احنا بنقول ان الدم رايح لشخصين دلوقتي مش لشخص واحد فاحنا بالنسبة لنا الكاردياك اوتبوت بتزيد بنسبة 30 ل 50% عن الوضع الطبيعي يعني انا مثلا لو القلب كان بيخرج كان بيضخ 5 لتر دم في الدقيقة في الحالة العادية لما يبقى عندي طفل بيوصل يزيد ويضخ المدة او الكمية اللي هي 7 ل 7.5 لتر في الدقيقة تمام طيب ليه بيزيد عند الكاردياك اوتبوت هنعرف لاني انا دلوقتي الاول المعدلة بتاعت الكاردياك αوتبوت الكاردياك اوتبوت دي بتبقى نتيجة حاصل ضرب حاصل ضرب اثنين اللي هو الأستروك فوليام في الهرد ريت فانا بيزيد عند الهرد ريت وبيزيد عند الأستروك فوليام طب تعالنا تشوف ليه اللي بيزيد وليه بيزيد عند الهرد ريت و이�ейه كلمة بريلود اللي مكتوب عندنا دي قالك اول حاجة عندنا increase Barrie load و спис게 احنا دلوقتي عندنا الكاردياك سايكل بتاعتنا انا مش عارف انتو دراستو كارديو ولا لا اه لسه مخطوش على الاغلب يعني المهم انا دلوقتي عندي الدورة الدموية دي احنا كنا درسينها من سنوي ومن قبل كده يعني الدم بيخرج من القلب للشريان الاورطة وبعد كده بيبتدي يتحرك في كل اعضاء الجسم علشان يوصل لها الدم اللي هو محمل بالاكسجين زي ما بيقول بعد كده دي عن طريق ايه الشرايين طب الاوردة الاوردة بتلم الدم اللي هو الغير مؤكسج علشان ترجعه للقلب على الاوزين من فوق وبعد كده الاوزين بينزل الدم للبوتين والبوتين هو اللي اللي بينقبض علشان يزق الدم تاني للاوردة وتفضل السايكل دي مكملة تمام طيب كمية الدم اللي راجعة من الجسم للقلب اسمها بريلود اسمها بريلود طب بعد ما الدم ييجي يضخ لما القلب قصد ييجي يضخ الدم جوه الاوردة يبقى دي نطلع لمرحلة الافترلود يبقى انا دلوقتي كمية الدم اللي يرجع من الجسم للقلب علشان يرجع يضخها من تاني اسمها البريلود طيب انا عندي بيقول اني انكريز البريلود والستروك فوليام طب ليه بيحصل عندي زيادة في البريلود؟ قالك اول حاجة لان اصلا كمية الدم اللي هتبقى موجودة عندي في الجسم هتزيد طب ايه اللي هيزود كمية الدم اللي موجودة عندي في الجسم؟ قالك لاني بيبقى في عندي حاجة اسمها في لويد ريتنشن في لويد ريتنشن ارتجاع بيحصل في السوائل طب ليه؟ بص يا سيدي انا المفروض انا عندي السوائل اللي هي بتبقى موجودة في الجسم اغلبها بتبقى مية يعني خلاص الجسم بيبتدي يتخلص منها عادي في ايه في صور كتير مختلفة طيب في عندي هرمون اسمه الالدوستيرون الالدوستيرون هرمون ده بيعمل حاجة اسمها سولت اندووتا ريتنشن بيمنع خروج المية والملح من الجسم تمام؟ طيب الالدوستيرون ده بيبقى عالي وقت الحمل وكذلك في عندي هرمون اسمه الاستروجين الاستروجين ده برضو بيبقى عالي وقت الحمل الاستروجين ده له اولدوستيرون لايك اكشن يعني انا عندي اولدوستيرون عالي وعندي استروجين عالي بيعمل اكشن شبه الالدوستيرون طب اللي اتنين دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا سولت اندووتا ريتنشن تمام؟ طب لما يبقى عندي سولت اندووتا ريتنشن ما بخسرش كمية السوائل اللي أنا مفروض أخسرها فبتتكون عندي في الجسم تمام فلما السوائل دي تتكون عندي في الجسم بتدخل جوه الدورة الدموية بتاعتي فبالنسبالي الفوليوم بتاع البلد لو كان مثلاً 6 لتر فبيزيب بيبقى 7 لتر بسبب السوائل دي إن هي راجع له تمام يبقى أول حاجة عندنا انكريزد البلد فوليوم تمام بسبب إيه؟ بسبب الفليويد ريتنشن طيب تاني حاجة التوتال سيستيميك فاسكولر ريزيستنس بتقل بنسبة 20% يعني إيه؟ توتال سيستيميك فاسكولر ريزيستنس بص يا سيدي أنا عندي الدم لما بيجي يخرج من القلب للشرايين بيواجه مقاومة جوه الشرايين المقاومة دي سواء بسبب الحجم بتاع الشريان إن هو يبقى ديق شوية أو بسبب إن بيبقى فيه فالف اللي هو صمامات جوه الشرايين دي دي بتسبب لي مقاومة شوية طيب إيه رأيك؟ لو أنا جيت قلت لك إن أنا هوسع لك الأوعية الدموية دي هخليها وسعة هل الدم هيواجه مقاومة؟ لأ ليه؟ لأن أنا وسعت له المساحة اللي هو بيجري فيها فخلاص مش هيواجه مقاومة طيب بما إن هو مش هيواجه مقاومة يبقى أنا هيكون فيه عندي فاسكولر ريزيستنس؟ لأ طب أصلا أصلا بقى ليه بيبقى فيه عندي التوتال سيستيميك فاسكولر ريزيستنس دي بتقل بنسبة 20% بص من هنا وجاي أغلب الحاجات اللي إحنا هنيجي نسأل سؤال ونقول ليه؟ هتقول لي الإجابة حجم الاتنين يئما بسبب الحجم بتاع اليوترس بيزيد يئما بسبب البروجستيرون ليفل اللي هو عالي حلو؟ هنا الإجابة الأولانية إن هو بسبب البروجستيرون ليفل طب البروجستيرون معلش البروجستيرون ده ليه بيعمل كده؟ لأن إحنا لسه إليين في المحاضرة اللي فاتت إن الأكشن بتاع البروجستيرون بيبقى فازو ديليتر بيوسع الأوعيات الدموية فانا دلوقتي جبت لك وعق دموي وسعته لك عملت له فازو ديلاتيشن فبالنسبة لي قلل البريفرال ريزيستنس طيب دي التغييرات اللي بتحصل عندنا يعني اللي هو الطبيعي طيب في الآخر بقى يعني بعد الإسبوع العشرين من الحمل بعد الإسبوع العشرين من الحمل بيبتدي يحصل عندي طبعا الجنين بيبتدي يكبر والجنين لما بيبتدي يكبر اليوترس بيبتدي يكبر معاه فليوترس لما بيبتدي يكبر بياخد حجم أكبر من حجمه فلما ياخد حجم أكبر من حجمه بيبتدي يضغط على الأوعيات الدموية اللي هي جنبه زي مثلا إنفيروف ناكافة والبلفك فينز اللي هي الأوعيات الدموية اللي موجودة في البلفيس طيب لما نضغط على إنفيروف ناكافة وعلى البلفيك فينز هيقلل لي الدم اللي راجع للقلب فبالنسبة لي الكارديك اوتبوت ممكن تقل شوية حلو؟ يبقى أنا دلوقتي الطبيعي بيحصل عندي زيادة في البريلود والاستروك فوليوم في فترات الحمل أغلبها يعني في الأول ليه؟ لأن أنا عندي الفينوس ريترن بيزيد ليه؟ لأن أنا عندي البلاد فوليوم بيزيد بسبب الفيلود ريتنشن تاني حاجة البريفرا رزيستنس بتقل بسبب البروجستيرون الفازوديليتر افكت بعد الأسبوع العشرين اليوترس بيبتدي يكبر فبيضغط على الأوعية الدموية اللي حواليه زي البلفيك بينز والإنفيرور بناكافة فده ممكن يقل الكمية الدم اللي هي راجعة شوية تمام؟ طيب دي أول حاجة بتزود لي البريلود تاني حاجة اللي هي الفينوس ريترن تاني حاجة الميوكورد الكنتراكتيليتي قوة الإنقباط بتاعة عضلة القلب بتبتدي تزيد تمام؟ طيب تاني حاجة الهارت ريت الهارت ريت بيزيد أو بيزيد بيزيد بيوصل لـ 85 دقا في الدقيقة طيب 85 دقا في الدقيقة ده عالي ولا واطي؟ هو عالي مقارنة بالنورمال رينج بتاع الفيميل لكن هو ما دخلنيش في تاكي كارديا ماشي؟ يعني إحنا دلوقتي الفيميل بتبقى حاسة إن هي طول الوقت في وقت البريجنسي دربات قلبها بتبقى زيدة لأن هي بتوصل لحوالي 85 وممكن توصل أكتر من كده تمام؟ بس ده برضو مش خطير لأن إحنا ما دخلناش في التاكي كارديا إحنا لسه في النورمال رينج تمام؟ طيب يبقى خلصنا أول حاجة الكاردياك أوتبوت في الكارديو فاسكولار سيستم تاني حاجة الارتريال برب ريشد الضغط بتاع الدم الضغط بتاع الدم بيمر بتغيرات في خلال فترة الحمل في خلال أول ثلاث شهور ضغط الدم بيقع بنسبة 10 إلى 15 ملي متر زئبك يعني إحنا دلوقتي لو الأم الضغط بتاعها الطبيعي كان 120 على 80 في الفترات العادية في أول ثلاث شهور ممكن ضغطها مثلا ينزل معنا لمية وعشرة مية وخمسة مية كمان في خلال الفترات الأولى من الحمل طب ليه ضغط الدم بيقل في أول فترات الحمل؟ إن إحنا لسه قيلين إن البروجستيرون بيبقى عالي والبروجستيرون بيعمل فازو ديلاتيشن فلما بيحصل عندي فازو ديلاتيشن بيقل التوتال سيستيميك فاسكولا رزيستنس والتوتال سيستيميك فاسكولا رزيستنس هي المسؤول عن ضغط الدم مفيش مقاومة فالضغط بتاع الدم جوه الشريان قليل فعشان كده بيقل ضغط الدم في إيه؟ في أول ثلاث شهور بعد كده الجسم بيبتدي يحصل معاه اكوموديشن ويبتدي يتعامل مع وجود الجنين جوه بطن الأم فما فيش تغيرات طريقة فيبتدي يتعامل مع الضغط بصورة كويسة ففي خلال ثاني ثلاث شهور بيبقى الضغط النورمال تمام؟ في خلال ثلاث شهور برضو بيبقى نورمال ولكن ممكن ممكن يعني ايه؟ يتغير شوية او يقل شوية ليه؟ لانه هو لما لما نفس فكرة الحتة اللي احنا إليها فوق ان برضو اليوترس بيكبر فالإنفيروفيناكافا والبلفك فين بيحصل لهم كومبريشن فما بيوصلش دم كبير للقلب فبردو ممكن يقل ضغط الدم يبقى أنا دلوقتي عايز أقول إيه اللي أنا قلته في السلايد دي؟ أول حاجة الكاردياك اوتبوت بتزيد طب ليه الكاردياك اوتبوت بتزيد؟ لان الهارت ريت بيزيد والستروك فوليام والبريلود بيزيدو طب ليه استروك فوليام والبريلود بيزيدو؟ لاني عندي فليود ريتينشن بيزود لي البلوت فوليام عندي الفاسكولار ريزستنس بتقل بسبب الفازو ديلاتيشن بتاع البورجستيرون وفي نفس الوقت ده الحاجات اللي بتزودهم ممكن يقل شوية بسبب حاجة واحدة اللي هي علشان بيضغط على نفس الضغطة بتاعته على ممكن تقليل الضغط شوية في اخر ثلاث شهور ولكن الاغلب بيبقى نورمل الثاني ثلاث شهور من الحمل برضو بيبقى نورمل لكن اول ثلاث شهور بيقل بنسبة عشر للخمستاشر بسبب اني بيبقى في برجستيرون بيعمل لي بيقلل الايه الفاسكولار رزيستنس عندي في الاول تمام طيب كده احنا خلصنا الكارديوفاسكولار سيستم تعالى نتكلم في تاني حاجة على البلد البلد فوليوم احنا ليسا قلين ان انا عندي البلد فوليوم بيزيد البلد فوليوم بيزيد ليه جدا قالك بسبب ان انا عندي بيحصل في البلازما فوليوم تمام طيب اه نكمل بس الكلام اللي مكتوب قالك بيحصل عندي فول في الهيموغلوبين كونسنتريشن والهيماتو كريت طب ايه قصة دي بص يا سيدي احنا قلنا ان انا كان عندي النورمال او الحجم الطبيعي للدم جوه الجسم بتاع الفيميل مثلا نقول انه هو ستة لتر مثلا تمام طيب الدم ده كان بيتكون من مجموعة من الخلايا وسوائل وكان عامل عندي نسبة وتناسب ما بينهم هما الاتنين تمام طيب انا دلوقتي لو جيت احنا قلنا انه بيزيد عندي البلاد فوليوم ليه لان انا فيه عندي فليو دلتنشن فانا ايه اللي بيزيد دلوقتي في الكمية بتاعت الدم خلايا ولا سوائل سوائل بس الخلايا هل هي زادت مع زيادة السوائل ولا لا ما زادتش انا كانت طبيعي الدم التاعي بيتكون من خلايا وسوائل متمشين مع بعضهم بالنسبة معينة انا جيت زودت نسبة السائل وما زودتش نسبة الخلايا فانا بالتبعية في الجديد بقى الدم الجديد اللي كون عندي نسبة السائل مقارنة بنسبة الخلايا اعلى فنسبة الخلايا هتحس ان هي قلت بس هي ما قلتش ده نسبة السائل هو اللي زاد واصلا كده ولا ايه ماشي يعني احنا دلوقتي الهموجلوب النفسه الهموجلوب الكونسنترشن بيقول ان هو بيقل بس هو ما قلش هو فضلت نسبة الهموجلوبن ثابتة ولكن في سوائل كتير جات زادت فقللت نسبة الهموجلوبن كذلك الهماتوكريت وريد بلاد سيل كاونت ماشي يبقى انا اول حاجة البيض يزيد ليه لانا عندي السوايل زادت والبلازما فيليم زاد بسبب برضو زيادة السوائل السوائل دي لما زادت اثرت على نسبة الخلايا اللي كانت موجودة اصلا فحسستك ان هي قلت فبقى عندي هيموجلوبن كونسنترشن قل والهماتوكريت قل وريد بلاد سيل كاونت قلت تمام تمام طيب تاني حاجة البيليتليت اللي هي الصفائح الدموية قالك البيليتليت كاونت دي قالك ان هي بتروح ناحية ان هي توقع في خلال البريجنان فيه ولكن النقصان في النسبة بتاعتها بيفضل برضو في النورمال ليميتس ماشي يعني انا النسبة بتاعت البيليتليت اللي عندنا بتفضل تقل شوية ولكن ما بتقلش قوي فكونها ما بتقلش قوي ما بتدخليش في اي شكل من اشكال خطورة يعني انا مثلا ما ببقاش خايف من خطر وجود النزيف ليه لان هي بتقل بنسبة بسيطة يعني تمام طيب تالت حاجة البلاد كواجيليشن البلاد كواجيليشن ده يعني احنا اصلا الدم في جسمنا بيبقى ماشي ما بين ان هو يحصل له كواجيليشن ماشي اللي هو يعني يحصل فيه جلطات ويتجمد يعني وان هو يزيد السيولة بتاعته بيفضل عندي نسبة وتناسب ما بين الاجهزة المختلفة علشان تخليني محافظ على ان الدم يفضل في شكله طبيعي تمام طيب في خلال الحمل بقى ماشي بيبقى في عندي فيسيولوجيكال هايبر كواجيليبيلتي ستيت اني طوال فترة الحمل الست بتبقى معرضة اكتر ان يحصل عندي جلطات في الدم عشان كده دايما لو انت جيت تشوف الوشيتة مثلا بتاعت حد حامل ولا كده بتلاقي ماشيينهم اكتر على حاجات للسيولة ماشي علشان خاطر هم خايفين لان فيسيولوجيكالي بيبقى عندي هايبر كواجيليبيلستيت في فترة البريجنسي طب ليه قالك علشان يفضل ما هيق الجسم لان هو يتعامل بعد فترة الولادة لان طبعا بعد الولادة بيبقى في عندي نزيف كتير فانت محتاج ان يحصل تجلط الدم اسرع علشان ما تفقدش كل كميات الدم معينة وكده فالجسم بيبتدي يهيق نفسه فترة الحمل علشان ما بعد الولادة فممكن بقى يضرب نفسه وهو في الفترة دي علشان كده بيمشوهم على حاجات للسيولة ماشي يبقى انا عندي التغيرات اللي بتحصل في الكواجيليشن سيستم في خلال فترة الحمل بيبقى رايح ناحية الهايبر كواجيليبيلستيت تمام طيب قالك ايه قالك دلوقتي زي ما احنا قلنا هو ان هو بيبتدي يتغير وبيبقى في عندي بلانس ما بين الكواجيليشن سيستم ولكن بيروح ناحية ان يحصل عندي جلطات لان هو زي ما احنا قلنا بيحاول يهيق الجسم بعد الولادة تمام طيب في خلال بقى الحمل ده ممكن ندخله في ايه في ان انا يحصل عندي جلطات دي اللي هي جلطات تمام طيب بيحصل عندي الموضوع ده كله عن طريق ايه قالك اول حاجة بيزيد عندي نسبة التركيز بسبب بتاعت حاجات معينة من فانا عندي الكروتيند فاكتورز بتزيد بتاني حاجة الفيبرونوجين الفيبرينيجين ليبل بيزيد بنسبة خمسين في المية والفيبرينية building activity بيقل يعني انا عندي الفيبرين هو اهم واحد بيجي يعملي تجلط تمام والفايبرينيوليتك ده هو اللي بيقسر الفيبرين علشان ما يعمليش جلطات فهمان بقولك ان الفيبرينيجين بيزيد والفايبرينيوليتك boots يعني بيبقى اواخد مسحته كامل الفيبرينية. ط pattالت حاجة التركيز بتاع الـ الداخلية زي مثلا الانتسرومبين والبروتين بتقل فاصباح الفل انا دلوقتي الوضع بتاعي بيخليني فعلا ماي الاكتر ناحية ايه ناحية الكواجيليشن تمام يبقى انا دلوقتي البلوت بيبقى في عندي ثلاثة تشينجز بيحصلون اول حاجة البلوت بيزيد بسبب البلازمة اللي بتزيد بسبب الفلوود فبيزيد عندي الفلوود والخلايا بتقل مقارنة بالنسبة الفلوود علشان كده بيبقى في عندي نقص في الهيموجلوبين والهيماتوكريت والريد بلوت سيلر اما بالنسبة البلتلت فالبلتلت نسبتها بتقل شوية ولكن متأثر ليش على اي حاجة لاني ببقى في النورمال وبالنسبة الكواجيليشن هو بيفضل ما بين بيحاول يعمل نسبة وتناسب ولكن الدم بيروح في فترة الحمل اكتر لناحية ان هو يكون سرومبوزيس علشان يهيئ الجسم ليه ما بعد الايه ليه ما بعد الديليبري تمام طيب نروح لثالت حاجة تمام قالك ايه قالك انا على انAcc يزيد شوية ولكن هو يضع صغرين لأنه متörtين كم تركه عندي هايبوكسيا. يعني ايه برضو? بص يا سيديو. انا دلوقتي عندي كلمة هايبوكسيا دي يعني نقص الاكسجين. في خلال شهور الحمل الطبيعية. ما بيت. ما بيتأسرشي. الراسبيريشن قوي. ولكن في الفترة الاخيرة بتلاقي الامة بتبتيج تنهج بزيادة كده. طب ليه بتنهج? علشان خاطر فيها هايبوكسيا جوه. فهي بتنهج علشان تاخد كمية اكسجين اكتر. طب ليه عايزة تاخد كمية اكسجين وكده بتبقى زايدة. تمام? طيب. لما بيزيد عندي الراسبيرياتر منيود فوليوم. بيزود عندي ايه التنشن او الضغط بتاع الاكسجين جوه. تمام? وبالتبعية بيقل عندي السي او تو لاني انا انا دلوقتي لما يزيد عندي الراسبيرياتر منيود فوليوم. انا بتنفس اكتر بكتير. عملا تنفس. هتنفس هتنفس. فانا محتاج اكسجين اكتر. ليه? لاني انا في التنفس بتاعي. والنهاجان ده انا بطرد سي او تو. وببقى محتاج اكسجين اكتر. فانا بتقل عندي سي او تو. ماشي? وببقى محتاج اكسجين اكتر. لما بيقل السي او تو. بالتبعية بيزيد عندي الاتش سي او سري. بص انتو لسه ما درستوش ريسبيريشن. ماشي? عالاغلب يعني. اه فالو انتو درستوها هتبقوا فاهمين اللي انا بقوله. لو انتو لسه ما درستوهاش. بتشغلوش بال BEA. بالميكانوزما دي كلها هتاخدوها كلها في الاسبيريشن يعني. المهم. ان انا عندي بيزيد معاء. الاكسجين وبيLOL معاء. ساني اكسجيد الكربون. لان انا اصلا بيعاندي. سو يعمله علشان. انا همحتاج اكسجين. وباخرك ساني اكسجيد الكاربون. لما ساني اكسجيد الكاربون بيmber. بيزيد عندي الاش سي او سري. طيب لما الاش سي او سري. بيدخالني في حاجة اسمها لان البي اتش بتاع الدم بيبقى سبعة اربعة واربعين ماشي خلوها بس معلومة يعني ما تشغلوش بالكم بتفاصيلها اوي طول ما انتم ما درستو سبايريشن هتاخدوها واحد يعني هتتعبوا فيها طيب تالت حاجة الاسبيراتوري سلف فوليام ماشي ورزيد والفوليام والفانكشنال رزيد والكباستي دي برضو حاجات كلها بتبقى موجودة بتقل بنسبة عشرين في المية ليه لاني انا عندي اليوترس لما بيبتدي يكبر من تحت ماشي بيبتدي ياخد مساحته اكبر من الطبيعي فلما بيبتدي يزيد في الحجم بيضغط على الديافرام بيزوق الديافرام من فوق فلما يزوق الديافرام من فوق بالتبعية الديافرام هيضغط على على الرئة على الانج ففي نفس الوقت ما بيخليش الانج تاخد المساحة بتاعتها ان هي تاخد كمية الدم الاكسو جين اللي هو دخلها كله تمامètres وما بيقدرش يحصل لها اكسبانشن في الشيست كافتين فعلشان كده بيقل عندي الاكسبيراتوري في سيرف فوليام ورزيد والفوليام والفانكشناد رزيد والكابست وبرضه ما تشغلوش بالكو بيها اوه اخر حاجة البيزل متابوليك ريت والاكسوجين ديماند والاكسوجين كونسامبشن بيزيدوا دورنج البريجنسي البيزل متابوليك ريت اللي هو معدلات الحرقه كده والاكسوجين ديماند اللي هو طلب الاكسوجين وكمان استهلاكه بيزيدوا بنسبة عشرين اربعين في المية وده طبيعي جدا لان انت محتاج اكسوجين يكفي الام والطفل تمام فانت عشان كده محتاج اكسوجين ديماند اللي هو طلب الاكسوجين الاكسوجين كونسامبشن فانت بتستهلك اللي انت اخدته برضه للام والطفل والبيزل متابوليك ريت معدلات الحرق والبناء وكده ده طبيعي بسبب ان الام بتعمل حاجات تغذية للطفل وليها هي كمان تمام كده احنا خلصنا الريس بايراتوري هنروح بعد كده للرينل الرينل بيحصل في زيادة في الرينل بلوت فلو تمام كمية الدم اللي دخل الرينل بتزيد بنسبة 60% طب ليه؟ لان انا اصلا عندي كمية الدم نفسها زادت يعني انا عندي البلوت فوليوم زاد فهل بلوت فوليوم لما هيزيد مش هيخش الكليا اكيد هيخش الكليا عشان يتفلتر فاول حاجة هتزودي الرينل بلوت فلو ان انا بيبقى عندي البلوت فوليوم نسبته بتزيد تمام طيب تاني حاجة الجلومي ليفرتريشان ريت اللي هو كمية الدم اللي بتبقى في الكدني اللي هي بيحصل لها فلترة فأنا أصلا دخل لها دم كتير والجولومير فرتريشن ريت أكيد هيزيد معايا تمام؟ بنسبة 50% طب لما الجولومير فرتريشن ريت بيزيد بيقلل عندي نسبة اليوريا والكريات تمام؟ طيب تالت حاجة السولت والووتر ريتنشن احنا عملين نقولهم من بدري من بدري من بدري بسبب ان انا عندي الالدستيروم بيزيد والاستروجين بيزيد وربح حاجة اليورين فوريام برضو بيزيد طب انت هتقول لي ازاي السولت والووتر ريتنشن بيبقوا موجودين بسبب الالدستيروم والاستروجين وازاي اليورين فوريام بيزيد بص يا سيدي انا اصلا بيبقى فيه عندي كمية ثوائل كتيرة جدا ماشي؟ الالدستيروم بيبتدي يطلع هو والاستروجين بيحاولوا يعملولي سولت ووتر ريتنشن فبيحاولوا يحافظولي على كمية معينة من الفليود جوه الجسم ولكن ما بيقدروش يتعاملوا مع كل الكمية بتاعت الفليود اللي هي بتبقى موجودة طول فترة الحملة فعلشان كده فيه كميات تانية برضو كتير بتفقد عن طريق اليورين تمام؟ يبقى دي الرينال الرينال بلاتفلو بيزيد الجروميل الفلتريشن ريت بيزيد سولت وليورين فيوليام بيزيد كل حاجة بتزيد هنروح بعد كده لجو اتي تمام؟ الجو اتي التغييرات بتاعته بتبقى سبيسيفك جدا وبتبقى واضحة جدا في وقت البريجنسي ماشي ودي بتبقى بسبب حاجتين دول اللي احنا قلناهم من الاول اليوترس والهرمونات اللي هي بتبطيدي تتغير طيب اول حاجة النوزيا والفومتينج والبريجنسي اللي هو تمام؟ طبعا زي معنا كنا بنشوف في التمثير وكده لما بيبقوا قاعدين كده على السفرة بتفتر ومش قادرة وبتقوم ترجع وكده فهما بيشوقوا ان هي حامل ودي حقيقة لان دي اكتر العلامات اللي بتبقى موجودة مع الحمل اللي هو تمام؟ بيبقى معايا فيها نوزيا تمام؟ نفسها يغم عليها وفي نفس الوقت ممكن ترجع كمان ودي اكتر حاجة تبقى مشهورة مع البريجنسي خصوصا في خلال الاشهر الاولى يعني ولما جوم يشوفوا السبب بتاع الفومتينج والنوزيا فاول فترات الحمل قالك بسبب ان النسبة العالية بتاع هرمون بيزيد عالي جدا فبيزود معايا النوزيا والفومتينج تمام؟ ولكن بعد فترة بيبتدي يختفي او نسبة بتبتدي تقل شوية فبالنسبة لي بتبتدي تقل معايا النسبة بتاعة النوزيا والفومتينج خصوصا بعد مرور حوالي ستاشر اسبوع من الحمل طيب تاني حاجة يعني ايه يعني ارتجاع الارتجاع بتاع المريء الارتجاع بتاع المريء ده اللي هو لما حد مثلا بيأكل اكلة معينة ويبتدي يحس بحرقان في فم المعدة كده زي ما بيقولوا ماشي بيحصل له ارتجاع الارتجاع ده بيحصل للحوامل بصورة كبيرة جدا ليه؟ احنا المفروض الاستومج بتاعتنا اما نرسمها كده احنا المفروض هنا ده عندنا مثلا ده الاوسوفيجس ماشي اهو ده الانبوبة بتاعت الايه؟ الاوسوفيجس وبيبقى نازل عندنا هنا بتبقى دخلة جوه شوية جوه في المعدة يعني تمام؟ في مثلا نعتبر ان هي معدة المفروض ان بيبقى فيه هنا عندي سفنكتر الدايرة دي بتبقى سفنكتر سبك من ان رسمة معوقع يعني افهم اللي انا اصد اوصل السفنكتر بتاعي ده المفروض ان هو بيبقى قافل بصورة كوية جدا اول ما الاكل يعدي من الاوسوفيجس علشان يدخل للستومك السفنكتر بيقفل وما بيرجعش الاكل تاني ناحية الايه؟ ناحية الاوسوفيجس تمام؟ طيب انا اصلا انا اصلا في فترة الحمل فيه بروجستيرون عادي البروجستيرون اصلا ده فازوديليتر ومسل ريلاكسان تعالي جدا بيعمل ريلاكسيشن لكل المسل السفنكتر ده مصل بيعمله ريلاكسيشن فما بيقفلش كويس فبيدي مساحة للأكل اللي هو في الاستومك ان هو يرجع تاني للأوسوفيجس ويعمل حرقان تمام؟ طيب ثالت حاجة الام الحامل بيبقى عندها يمساك بصورة يعني واضحة شوية طيب ليه؟ قالك اول حاجة بسبب البروجستيرون طيب البروجستيرون بيعمل ايه؟ احنا قلنا برضو ان هو بيعمل ايه؟ ريلاكسيشن للمصل وبيعمل فازوديليتيشن هنا هناخد ريلاكسيشن للمصل طيب لما انا اعمل ريلاكسيشن للمصل بتاعت الانتستين فبيقلل مش احنا المفروض عندنا الاكل لما بيجي يمشي جوه الانتستين جوه الامعاء بيمشي بحاجة اسمها البرستالتك موفمينت اللي هي الحركة الدودية يعني طب بتمشي ازاي؟ قالك لان انا بيحصل عندي انقباض وانبساط انقباض وانبساط بيزوء الاكل علشان يمشي خلال الامعاء هبيفرب بقى انا حصلت عملت الريلاكسيشن مفيش اصلا انقباض بيحصل لان انا المصل في حالة هل الاكل هيمشي؟ لا مش هيمشي طب ما هو مش هيمشي بقى مش هيخرج بقى انا هيحصل عندي كونستيبيشن تمام؟ تاني حاجة ناروينج اوفزا كولون الكولون بيبتد يديق طب ليه كولون ممكن يديق؟ عشان في حاجة ضغط عليه من فوق اللي هو ايه؟ اللي هو اليوترس يبقى هنا الكونستيبيشن بسبب الحاجتين الاساسيين اني البروجستيروم بيعمل لي ريلاكسيشن للمصل فبتقلل الموتلتي وتاني حاجة الكولون بيديق علشان خاطر اليوترس بيضغط عليه طيب رابع حاجة لو الام دي عندها حصوات للمرارة او عندها كان عندها مشاكل في المرارة قبل كده وكانت ابتدى تكون حصوة وكده قبلها وقت الحمل بيزيد النسبة او الخطر ان هي يحصل عندها تكوين لحصوات المرارة مرة تانية ليه بقى؟ لاني المفروض ان انا عندي المرارة برضو بيحصل لها انقباض علشان تزق الايه البايل اللي جواها علشان يخرج طب انا برضو الجول بلادر دي بتبقى ايه؟ بتبقى برضو مصد البروجستيروم بيروح يعمل لها ريلاكسيشن تمام؟ فما بتقدرش تنقبض فما بتقدرش تزق البايل اللي جواها ان هو يخرج برا وفي نفس الوقت الاستروجين العالي بيقلل النقل بتاع البايل يعني انا مش بس ان هي مش قادرة تزق البايل اللي برا لأ ده كمان الاستروجين ما بيخلهش يتحرك طب لما يقل الحركة بتاعت البايل بيبقى في حالة استيزيس بيبقى في حالة سكون طب لما بيبقى في حاجة في حالة استيزيس او حالة سكون ممكن تصاب باي انفكشن. لما بيحصل عندي اصابة بالانفكشن يبتدي يكون عندي الحصوة. مش مهم الميكانيزم قوي. المهم ان هو بيبتدي يكون عندي الحصوة. فعشان كده بتزيد الانسدنس لو هي عندها مشاكل قبل كده. طيب. يبقى تاني. يبقى انا دلوقتي عندي تغيرات اللي بتحصل من الجي اي تي. ايه? قالك اول حاجة. قلنا السببهم ايه? الهيومان كورونيك جونادوتروبين اللي هو الايه? الهرمون اللي بيزيد في الاول. تاني حاجة الرفلكس. الرفلكس بيحصل ليه? بسبب بسبب بروجستيرون. تالت حاجة الكونيستيبشن. بروجستيرون بيعمل برلاكسيشن وي اليوتراس كبر فبيضغط. رابع حاجة جولستون ليه? البروجستيرون بيعمل بريلاكسيشن والاستروجين بيمنع بتاع الايه? بتاع البايل. نيرفر سيستيم. الام الحامل تمام? بتبقى طبعا يعني مورسة للسيكولوجيكا الصعب قوي. يعني هي اصلا بتبقى مؤهلة جدا ان هي يحصل لها تغيرات وتقلبات مزاجية كثيرة جدا شوية تدخل في وشوية تدخل في يعني شوية مبسوطة قوي قوي وشوية زعلانة قوي قوي فهي بتدخل طول الوقت في تمام؟ طيب قالك اول حاجة لما نيجي نتكلم هنا على طبعا احنا بنشوف ان الام الحامل برضو وزنها بيزيد طب وزنها بيزيد قد ايه؟ قالك وزنها بيزيد حوالي حداشر كيلو لستاشر جيلو دول دول النورمال تمام؟ يعني النورمال رينش البريجنانت وومن طبيعية بتزيد حوالي حداشر لستاشر كيلو تمام؟ طيب دي لما تكون الام وزنها اصلا قبل الحمل وزن طبيعي او وزن يعني متماشي مع طولها وزن مثالي يعني طب لو لكن لو كانت الام اصلا ماشي اا اوفر ويت يعني هي اصلا الام تخينة من قبل ما تحمل هل هتزيد برضو حداشر لستاشر كيلو؟ لا بتزيد اقل من كده طب لو كانت هي multic大的 رفائعة او зачير من الطبيعي لا ممكن تزيد اكتر من 11 اي لا تمام باذا او لو الام حامل فتوقم بتزيد اكتر من 11 اي لا تمام؟ يبقى ثانية هLa mejor تزيد 27 كيلو تمام باذا تزيد 14� التم تخينه قبل ما تحمل اصلا هتزيد 11 اي لا تزيد اقل منهم طب لو كانت رفائعة اكتر من الطبيعي هتزيد او لو هي حامل فتوقم طب ليه اصلا نصلô انت�妈را باذا¾ في الوزن مع الحمل قال لك بسبب الحاجات الكتير اللي هي بقت جواها يعني مثلا لما نيجي نشوف ماشي اليوترس بيجبر اليوترس ده احنا قلنا انه بيزيد حوالي كيلو ونص فده ادي كيلو ونص زيادة الفيتس بحجمه المختلف بيبقى جواها فطبيعي ده زيادة في الوزن البلاسينتا بتاخد لها برضو كيلو ونص او اتنين كيلو وزن تمام الامنيوتك فليود كيلو ونص اتنين كيلو برضو والبريست بيحصل برضو جيادة في الحجم فبيبقى له وزن كل الحاجات دي والباضي فات والووتر ريتنشن كل الحاجات دي بتبقى متماشية مع بعضها علشان تزود دي الوزن بتاع الام بعد الولادة وبعد الرضاعة الطبيعية بنسبة كبيرة الام بترجع لوزنها الطبيعي بعد الولادة يعني تمام طيب يبقى دي بالنسبة للويت جين طيب بالنسبة للنيوتريشن اكيد الام بتبقى محتاجة نيوتريشن وتخزيها بصورة مختلفة وبتبقى محتاجة مطالب اكتر من الفيتامينات ومن الحاجات دي علشان تتماشى لان هي الوقت بتتغزى ليها والطفلها فانا مثلا بالنسبة الكالوري الكالوريك انتيج بتزيد 300 كيلو كالوري في اليوم البروتين لأ بتحتاج 70 ل75 جرام من البروتين الحديد بتبقى محتاجة مرتين او 3 مرات حديد اكتر الفوليك اسد بطل بتزيد 4 من 10 8 من 10 والفوليك اسد ده بيبقى مهم جدا في بدايات الحملة علشان خاطر يحميني من تشوهات الجنين النيوركيوب دي فيك ده ما تشغلوش بالكو منها دي حاجة مصطلح طبع الامبريولوجي المهم ان هي تحميني من التشوهات اللي ممكن تحصل تمام والفيتامينز انا محتاج برضو كل الفيتامينات علشان كده برضو بمناسبة القصة دي لو جيت تبص لأي روشيتة مكتوبة لوحدة حامل الدكتور كاتب لها بتلاقي كاتب برضو كاتب حاجات كتير اوي كاتب مكملات غذائية قوية كاتب حديد كاتب فوليك اسد كاتب فيتامينات كل الحاجات دي لان فعلا انت بتبقى محتاجها ومش كل الامهات بتقدر تمشي على نظام غذائي سليم فعشان كده بيحاولوا يديوهم برينترال اللي هو بيديوهم الحاجات دي خارجية علشان يحافظوا عليه اخر حاجة عندنا في المحاضرة بتاعتنا اللي هي الهرمونة طبعا انا بالنسبة لي بيبقى فيه تغيرات كتيرة للهرمونات خلال فترة الحمل اول حاجة مثلا نجيبهم من تحت الاستروجين ما احنا عارفين الاستروجين بيفضل زايد طول فترة الحمل حتى كمان لحد فترة الولادة لان هو بيساعدني ان هو يعمل لي للبالبكليجامنت علشان يساعدني في الولادة فده الاستروجين البروجستيرون ده مهم جدا 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 خصوصا في اول الحمل علشان يحافظني على البريجنسي منتين البريجنسي تمام طيب تالت حاجة اله شمان بيبتدي يزيد في بداية الحمل في بداية الحمد في بداية الحمل الحااااااااااااااااااا الاتناشر من تماني الاتناشر اسبوع. تمام? دي بيوصل لاعلى حتة فيه. تمام? ماشي. وبعد كده بيقل. يعني هو بيفضل يزيد 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 بيوصل للبيك بتاعه عند الاتناشر اسبوع. وبعد كده بيبتدي يقل. بعد ثلاث شهور يعني من الحمل. رابع حاجة السيرويد جلاند. السيرويد جلاند. اللي هو السيرويد بيفضل نورمل. ولكن بيبقى عالين. ليه? لان كان فيه قبل كده عندنا اللي هو بيبقى شبهة السيرويد هرمونز في الاكشن. اللي هو شبهة TSH يعني TSH لايك اكشن. فعشان كده كان بيساعدني في. اللي هو الهيومان كولوني جلناتروبين اللي هو كان شبهة TSH في الاكشن. فعشان كده TSH نفسه ما بيزيدش. لكن T3 و T4 بيزيده. لان TSH لايك اكشن بيخليهم يشتغلوا. وطبعا عندنا الانتيروبيتويتري بتبتدي تزيد. يعني انا مثلا عندي الادنيون الكورتيكوتروفيك هرمون اللي هو الاي سي تي اتش ده بيزيد. طب لما بيزيد الاي سي تي اتش بيزود لي الكورتيزون في الدم. علشان كده الام اللي هي بتبقى عندها اوتو اميون دي سيز اللي هو مشاكل مناعية. في خلال فترة الحمل بتبتدي حالتها تتحسن جدا من المشاكل المناعية اللي هي الاوتو اميون دي سيز. ليه? لان فيه كورتيزون طبيعي كتير طالع من الجسم. ده طبيعي. مش محتاجة ان هي تاخد كورتيزون من برا. علشان كده بتبتدي تتحسن. ولكن على النقيد لو الام مريضة سكر فترة الحمل بتاعتها السكر بيبتدي المشاكل بتاعته تزيد. لان الكورتيزون هو مضاد الانسولين. الكورتيزون هو انتي انسولين. فعلشان كده الديابيتس بتبتدي حالته تزيد شوية. تمام? يبقى الاي سي تي اتش بيعمل حاجتين بيزبط مشاكل المناعة ولكن بيبوز الايه? بيبوز السكر. تاني حاجة. البرولاكتن. البرولاكتن طبيعي يزيد. البرولاكتن طبيعي يزيد ليه? لاني هو المسؤول يعني بيساعدني على اه الرضاعة تمام? فعشان كده ده بيطلع علشان يهيأ الايه? هيهيأ الجسم بعد الولادة ان الام تردع. طيب البرولاكتن لما بيطلع هو انتي ايه? انتي جونادوتروبين. هو بيروح يروح للFSH والLH يقول لهم انزلوا. فعلشان كده بيقللهم. طيب تالت حاجة. الميلانوسايتستميلوتينج هرمون. الميلانوسايتستميلوتينج هرمون ده لما بيزيد طبعا اه فبيزود عندي البيجمنتيشن. البيجمنتيشن ديورينج البريجنسي بيعمل لي حاجات زي اللينيا قلبا. اه قصد اللينيا نيجرا. والملازمة. دي هي الملازمة دي اللي هو اللون البني. اللي هو بيبقى موجود في الوش كده. زي يعني يعني شبه الصورة دي بالزبط. هي فعلا دي صورة ليها يعني. تمام? واللينيا نيجرا دي اللي هي الايه? اللي هي الخط الداكن اللي هو بيبقى في بطن الام الحامل. تمام? طيب برضو كده احنا خلصنا هرمونة ناخد التلات اسئلة بتوعنا دول عشان نبقى احنا خلصنا المحاضرة. هل الهارت ريت بيقل ده صحة ولا غلط? اكيد طبعا غلط. اه لان احنا قلنا ان الهارت ريت بيزيد. طيب اه هل في ديارية? لأ طبعا ما فيش ديارية لان انا بيبقى في عندي سبب وحاكتين. قلهم لي فعلا اللي بيعمل اللي بيضغط عليه بسبب اليوترس. طيب الاستروجين ليفل العالي بيعمل لي انكريس في ده صحة ولا غلط? ده صح. طب ليه بقى اقول للتفسير? مش احنا قلنا الاستروجين ليفل هو له والاستروجين لايك اكشن والاستروجين لايك اللي بيعمل لي انكريس في البلاد فوليام. وكده يبقى احنا خلصنا. اه شكرا ليكم وربنا معاكم لو محتاجين حاجة يعني اكتبوا في الكومنتات او بحط بحط تبعات بالاكاونت يعني بالتوفيق.